قراءات شعرية صحيح في معرض الكتاب الرهرة في معرض الكتاب دعاني دكتور سمير سرحان طلعنا على القلعة مرة تانية محكا القلعة نعم وفي الأسكندرية وفي الأسكندرية كمان ودعاني وإجوا كل هال يا الله وقرأتي أيضا قراءات شعرية لشعراء يعني في الغرب حصلوا على جائزة نوبل أنا من أصدقاء في عندي أصدقاء كتير حلمين وصاروا نوبل برايز منهم ولي سوينكا بولي سوينكا هو كاتب أخذ النوبل برايز في تكن سنة 1994 مثلت أنا وييه بالتأم في تياتر ناسيونال بوبيلير في باريس مع جون ليتلوود وبعدين بعد 20-25 سنة أخذ النوبل برايز وقرأت شعره بالعالم العربي أنا أقرأ بالعربي هو يقرأ باللغة الإنجليزية وهالصدقة ضلت مستمرة وإزالة لبنان طيب حضرتك لسه كنت في بغداد وألقيت كلمة مهمة جدا في اليوم العربي للمسرح لدرجة أن أحد الصحفين كتب مقالا عنوانه اليوم العربي لنضال الأشقر مين هيدا؟ حبتكر لك اسمه هاي بتكرت اسمه كمان هي كانت كاتبة كاتبت بدل ما تقول اليوم العربي للمسرح قالت اليوم العربي لنضال الأشقر الكلمة كانت مهمة ومؤثرة جدا جدا كتير كتير كانت حلوة الكلمة حقيقة اشتغلت عليها بدي خبرك هالحدوتة قررت أني روح على العراق على بغداد وطلب موعب من صدام حساد وهيك صار رحت في عندي صديق ما بعرف وينه قطعت علاقاتي معه ضيعته لأنه كل هالحروب اللي صارت بالعالم العربي جعلت أنه ضيعنا بعضنا المهم بعدت وراه على الفندق قلت له بدي مقابلة مع الصدام ايه عصدام حساد ايه عصدام حساد بتروح بتقول له نضال أشعر بدي تشوفك أو بقول ايه أو بقول لا أو بيعرفني وبيستقبلني أو ما بيعرفني ما بيستقبلني قال لي نضال بس هاي الشعر دي بتاخد وقت بتقول له ما علاش هنطر قده بتاخد وقت جمعه قال لي ممكن جمعه ما علاش بانطر بتعرفي كانت وقته ببغداد بالثمانينات بأوجة كل الشعراء الرسمين النحاتين يعني كانت رائعة بغداد وكان فيها شي ثلاثة أربعة مهرجنات للشعر للرسم للمسرح للموسيقى المهم كانت بأحلى حالاتها انطرت واجا يوم أخدوني عن صدام حسان جت نضال دعم بالفندق تفضلي قلت له ما بده تفضل بده يلبس بده غير تيابي بده زببت حالي شو انطرنوا انطروني وبتعرفي أنا دغري هاي ونطرته طلعت غيرت تيابي وراحت بس وصلت لعنده لصدام حسان اجا هو لابس تيابه العسكرية وانا قدمت قدم ايده بتي يسلم علي انا صدحة صاحبتي صديقتي قالت لي قصة يسلم علي ما بيحب حدا يسلم علي بايده بس بده ايده شو بدي اعمل بديت ايده وسلمت علي قلت له يا سيادة الرئيس انا اقول لي ما سلم عليك انك ما بتحب تسلم قالي شلون اهلا وسهلا وتستقبلني كثير وحكينا كثير عن لبنان وعن الحرب اللبنانية وعن هذا قلت له سيادة الرئيس انا جاي لعندك بتعرفي كهذا وقته بديك الايام كثير من الفناني يساعدون صدام حسان ماديا بس انا ما بحب دول تساعدي ماديا قلت له بتعرف انا عملي فرقة عربية قال ايه شو بتريدك بشو بديك نساعدك قلت له انتوا ساعدتوني كفية دعيتوني الى العراق وانا كتير ساعدة اجي لهون بس فيه فنانين ما اجوا على تونس كان مهرجان عالمين لازم كانوا يجوا فقاسم محمد وسامي قفطان قال لي انا عرفت عارف وانا عرفت انه ما قلت قدام الصحافة انه ما راحوا قال له نعم لانه انا ما بحب ما بحب قول الاشياء السلبية قدام الصحافة خاصة بس تكون بلد يعني في اسباب اكيد في اسباب جايلة عندك سيادة الرئيس بس اطلب منك انك تسمح لسامي قفطان ولخاسم محمد انه يجولوا معي لاني انا ما بحب اعمل فرقة عربية بدون العراقيين انا بحبت لها العراق معروفة ايه نعم نعم كان كتير حلو اللقاء ساعة وكل شوية قل له مثل خالتي بتكون مشغول سيادته لا لا مش مشغول تفضل اعمل ولا يهمك قدر راحتي قلت له مبسط كتير اذا سمحت لهم جبس على الزر فاتوا بخمسة ستة قالوا سيدي نضال رح تعطيكم بسبورات العراقيين مش ان هادا قلت له لا لا يحن معيون كمان حطيت ايدي بالشنة وحطيتهم الهادة على الطاولة قالوا خدوهن عملوه لياهن وخدوه لياهن على الفندق وهيدي كات من اسعد اسعد ايامي ان انا ما اخسر هالممثلين بس فيه شغلي بدي قوله حاكم الشارقة سلطان محمد القاسمة هيدا شخصية نادرة لانه حاكم للشارقة ونفس الوقت اهم شي عنده المساح وهو كل سنة يوم العالمي للمساح يوم العربي للمساح هو بيمولو وبينتج كل المساحيات اللي عبت تقدموناك وكل سنة بقدموه ببلد عربي هيدا شخصية نادرة حقيقة ما صارت إلا بأيام الإغريق انه شخصية تكون سياسية بامتياز وبثقفة بهالدرجة العالية من الثقافة ويرعى المسرح